مرحبا على الرغم من أنه لبنان بعده بعين العاصفة الصحية الاقتصادية المالية الاجتماعية النقدية وأمور غيرة لسوق الحظ إلا أنه الأمل بدل موجود باللبنان، باللبنانيين، بالوطنيين اللي عايشين بهذا البلد رح نبقى سوى لليوم رح نحكي عن الأمور السياسية الأخيرة المستجدة على الساحة اللبنانية وأكيد يلي مرتبطة بكل شيء عم بيصير بالإقليم وإن كان لحدود الأبعد من الدول الإقليمية باللبنان حتى الانتخابات الأمريكية وإنعكاساتها خلينا نقول بطبيعة الحالة على داخل اللبناني عن هالمواضيع وعن الإشاعات وعن الهجوم يلي عم يتعرض له أن كان الطيار الوطني الحر وأن كان مقام رئاسة الجمهورية وتحديداً رئيس الجمهورية العمد مشالعون هالهجوم وهالإشاعات يلي عم بتطالوا يومياً رح نحكم بهذا الموضوع بي رح نبقى سوى اليوم مع عضو تكتل لبنان الأول نائب سليم خوري مساء الخير؟ مساء الخير ومنمس المشاهدين كمان في كتير موضيع دسمة ينحكى فيها بتخصكن كطيار وطني حر هالهجوم يلي عم تتعرضوله هالأتل المعنى وإذا فينا نقول لحزب بمثل شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين ولكن في قصة من اللبنانيين الآخرين بقول أنه كان فيه أمل بالطيار البرتقالي ولكن ما تحقق أي شيء لحد هيدا الساعة عم بارح كان فيه خطاب لرئيس تكتل لبنان الأول رئيس الطيار الوطني الحر جبران باسيل بقراءة أولية خطاب استراتيجي وصف حط نقاط على حروف داخلية بالفساد بالاتهامات اللي عم بتطال الطيار لوين بعد بدكن توصلوا يعني شو بعد لازم الطيار يعمل حتى ما يتلقى هالسهام من الهجوم؟ بالنسبة لموضوع الهجوم هذا شيء منه جديد يعني نحن عتدنا عليه وصل له عدة أشهر عم يتواصل إن كان على الإعلام أو على مواقع التواصل أو حتى بالشارع يعني عم نشوف فيه هجوم ممنهج عم بيطال فقط الطيار الوطني الحر بينما إذا بدنا نشوف الوضع اللي نحن فيه أو الانهيار اللي عم نعيشه اليوم ونحدد المسئوليات بالنسبة للأطراف السياسية ومشاركتها بالسلطة بالثلاثين سنة السابقة ومساهمتها بالوضع اللي نحن عم نعيشه اليوم نشوف أن الطيار الوطني الحر يتحمل المسئولية الأقل لأنه بالنسبة لحجم مشاركته بالسلطة وللفترة الزمنية هو من أقل الأحزاب اللي شاركت بهذه السلطة وحتى بالأوقات اللي شارك فيها كان عنده وجهة نظر مختلفة إن بالمقاربة الاقتصادية هالنظام الاقتصادي الريع اللي صار له 30 سنة لكل الناس والرأي العام بيعرف مين أرسى قواعده واللي نتيجته حتى ما هي اللي عم نعيشه اليوم أنا بتصور فخامة الرئيس من حوالي العشر تيام كان له تصريح ببعبدة مهم جدا وقال فيه إنه الليرة اللبنانية ما بتندعم بالاستدانة بتندعم بالإنتاج نحن سياستنا المالية والاقتصادية صار لـ 30 سنة هذا اللي كان غيب تماماً على اللبنان صحيح صحيح نحن كنا متكلين على الاستدانة عجز استدانة سوء إدارة للدولة كمان ضاعفة الوضع السيء اللي نحن فيه اليوم وبتجي لشق الإنتاج بتشوفه أنه مع الأسف علبة لبنة بمكونات لبنانية 100% ما فينا نصنع بالوقت الحاضر وهذا شيء بتصور ولا دولة ما بدي أقول دولة متطورة ولا دولة نامية فيها تكون بوضع سيء مثل الوضع اللي نحن فيه اليوم أنا بتصور أنه نحن اليوم على مفترق طرق أو بدنا نرسي نظام اقتصادي جديد مبني على الانتاج مبني على تجليس أرقام الميزين التجاري اللي طابش بشكل كتير كبير على موضوع الاستيراد والتصدير فيه متواضع جدا أو نحن رايحين على منزل خطر كتير وعلى انهيار لكل الكتاعات الموجودة بتشوف أزمة كورونا الصحية يلي استجدت عالميا ولبنان كان قلو حصة منا مع العلم أنه نحن مؤارنة مع دول المحيطة فينا دول الخليج وحتى دول كبيرة نحن أرقامنا والإصابات والشغل اللي نشغل إن كان وزارة الصحة والدولة اللبنانية كتير منيحة بس هل أزمة كورونا نحن وعتنا على قصص تانية صارنا عم نشوف العالم بمبادرة فردية عم تزرع قدام بيتها صار فيه هيدا الحس أنه نحن نشتري منتوجات لبنانية بالوقت اللي العالم كانوا قصم كبير ما بيعني لهم أنه هيدا صناعة لبنانية للأسف يعني لحس نلحظ أنه أزمة كورونا قدرنا نتخطيها أو قطعنا أشوات كبيرة فيها بأقل الأضرار الممكن وفيه جهد أكيد عملته ومزارة الصحة بدي نظرتك الصحية بعيدا عن السياسة ما في شك أنه وزير الصحة وفريق العمل طبعا وعمل عمل جبار جدا وأنا بعرف كتير من أعضاء اللجنة اللي تابعت موضوع الكورونا فيه كفاءات كتير كبيرة اللبنانية نفتخر فيها بصماتة واضحة بالنسبة لموضوع تخطي هذه الأزمة بس كمان بالمقابل عم نشوف اليوم فيه تراخي يعني اليوم بتمشي بالشارع ما بتشوف الكمامة عطود بتطلع على النقل المشترك ما بتلاقي فيه الكلمة التزم بالتباعد وبالكمامة وحتى بالمحلات فيه اكتزاز معين يعني نحنا اليوم مش الوقت للتراخي رغم أنه نفتح البلد العادة الحياة لشبه الطبيعي ولكن الوقت مش للتراخي لأنه عم نشوف فيه أرقام لا يستهان فيها عم بتبين كل يوم من الإصابات وأنا صراحة عندي كمان تحفظ على موضوع الوافدين المصابين بالكورونا يعني بتصور لمصاب بالكورونا واللي كان على الآن برة بيقدر ينطر كم يوم لحتى يتعافى قبل ما ييجي هذه نقطة يعني أنا بتصور لأنه كمان عم بيصير فيه تخالط معه بيصير فيه التزام بالحجر لمدة 14 يوم عم بتبين فيه بقر جديد من الكورونا بعدة مناطق هون خلينا نقول أنه مش بس يلي راجع من السفر عم بيكون المزنب أو عم يستلشق في منهم حتى الأشخاص يلي عم يتخالطوا معهم يعني أنا برأيي المصاب التوقع على المسؤولية بالدرجة الأولى يعني هو عارف حاله مصاب هو ما لازم يقبل يتخالط مع أي حدا صحيح وهيدي شفناها مع الأسف صارت بعدة مناطق وسببت لعشرات أو بالمئات من الإصابات فدايما الرسالة اللي بدنا نوجههم نرجع نأكد عليها هو الالتزام بسبل الوقاية شو ما كان حتى نتفادى الموج التاني اللي ممكن تكون أصعب من الموج الأولى هيدا اللي عم بحذروا منها الأغلبية نرجع لشيء الأساس الإفادة الإيجابية من الكورونا بتعتبر أنه هالمرحلة هالمحنة اللي ما رأنا فيها ممكن يكون إلى إيجابيات بعد فترة على الرغم من كل السبيات اللي عم نشوفها نوعا ما بس في محاولات جدية رح نحكي بعد شوية عن الاجتماع المرتقة بعقده بـ 25 بأصر بعبدة طاولة حوار أو لقاء وطني جامع مين رح يشارك يلي ما رح يشارك بالنسبة للطيار رح يكون معرقل رح يكون هو عم بحط عصب الدوليب يعني هيدولا كلهم قراءات العالم عم تسأله بالنسبة لموضوع الزراعة والإنتاج وحتى الصناعة بتصور اليوم بحكم الوضع المالي اللي عم نمرق فيه وشح العملة الصعبة لح يصير فيه استحالة لاستيراد كتير من السلع إن كانت مواد زراعية أو حتى مواد مصنعة وهذا الشي بده يخلق حاجة بالبلد وحدا بده يجي يغطي هذه الحاجة يعني دايما بالنظام الاقتصاد الحر بس تخلق حاجة بده يخلق حدا مقبيلة يغطي هذه الحاجة فموضوع الزراعة أكيد عم نشهده أنا بمنطقة عم بشهده كتير وعم تابع عن كسب في كتير من الشباب اللي كانوا بيشتغلوا بالتجارة أو عندهم وظائف معينة وخسروها عم بتجهوا اليوم على الزراعة بس كمان أنا بدي أقول إنه هذا موضوع منه كافي يعني الناس عم بتتشجع تزرع بس كمان وين السياسة الزراعية اللي بتبعتها الحكومة كانت غيبة تماما سياسة الزراعية غيبة وما زالت يعني الرزنامة الزراعية بتلاقيها مشوشة بتلاقي فيه إنتاج محلم قبيله بيصير فيه استيراد لمنتجات زراعية من الخارج بيصير فيه تضارب بالأسعار تهريب على الحدود من دول مجاورة لمنتجات زراعية أرخص من الإنتاج المحلي يعني أنا برأيي تجيع الزراعة مهم ولكن بدو يتابع مع خطة زراعية بتحمي الإنتاج المحلي وبتحفز الاستهلاك المحلي لها الإنتاج هيدا مش لح أتجرأ أو أحكي عن دعم المزارعين لأنه كلنا عارفين وضع الدولة اليوم وكلنا وأنا بقول بأيام العز كان فيه تأثير كتير كبير بالنسبة لدعم المزارع ولكن بالقليلة بالقليلة ضبط الحدود وضبط الرزنامة الزراعية لتحفيز استهلاك الإنتاج المحلي ويكون فيه مضاربة خارجية عكل حال فيه جزء من الـ 1200 مليار يلي أقروا بآخر جلس لمجلس النواب اللي هن مقترحين من الحكومة فيه جزء للمزارعين جزء منهم للتحفيز قيل أنه هيدولا للتحفيز كان سناعيين مزارعين حرافيين فيه جزء بس بصراحة الأرقام يعني ما أني مذكر الرقم مصبوط بس هي أرقام كتير متواضعة لكل مزارع واليوم عم نشهد غلاء كبير للأسمي دي والأدوية الزراعية لأنه كلها مواد مختورة دي وبتلحق سعر الصرف في الدولار فكلفة الإنتاج ارتفعت جدا بينما المبيع بعضه بأسعار نسبياً رخيصة حكينا بشئ الهين بنا نفوت على الشئ السياسي الشائك والصعب عندنا في لبنان خلينا بلش من 25 حزيران في لقاء بأسرب عبدة لقاء وطني جامع تحت هيدا العنوان في أشخاص أو فيه رؤسة أحزاب رؤسة كتل نيابية بعد ما حسموا أنه هن رح يشاركوا برأيك خلينا سؤال البديهة يلي ما رح يشارك بهذا اللقاء الوطني شو بكون عم بقدم للبنان أنا برأيي بالدرجة الأولى الرئاسة قامت بواجبها بهالوضع الاستثناء والمصيري والتاريخي اللي عم نمرق فيه بهاللحظة التاريخية هيدا دعت لهاللقاء الوطني وهذا من صلب مهام الرئاسة وأنا برأيي كان من الضروري أنه الرئاسة تقوم بهالخطوة هيدا أما بالنسبة لردات الفعل للمدعوين أول شيء المدعوين ما تم اختيارهم بالصدفة هن كلهم بمسلوح حيثيات معينة بالشارع اللبناني ومفروض يكون عندهم وجهة نظر أنه يقدموها باسم هالشريحة من اللبنانيين اللي عم بتعاني من الوضع اللي عم نمرق فيه يلي قصب منا موجود بالشارع تحت غطاء الانتفاضة والثورة يعني نحن كمان شفنا لما الأحزاب امتنعت عن تسمح لمناصرين تنزل على الشارع شفنا الأعداد كيف كانت متواضعة فلا يخفى على حدا أنه هالأحزاب عم بتشارك بالتحركات بمحل معين أما بالنسبة للاستجابة للدعوة أنا برأيي كل الأفريقاء ما لازم تتردد ثانية بالرد الإجابي على هذه الدعوة لأنه بالنهاية اليوم حتى فيه أطراف سياسية سمعت أنه رابطة للرد بالاتفاق على ورقة معينة أو على أنه يكون هالاجتماع منتج أنا برأيي أكيد الرئاسي لما دعت على هذا الاجتماع أكيد كان بفكرة وهي عم تشتغل حتى يكون فيه نتيجة من وراء هذا الاجتماع يعني هذا اللقاء الوطني مش ممكن ما تكون الرئاسي دعت لأله وهي متأملة وعم تشتغل على نتيجة معينة على حلول أقل من قبل شريحة بتمثل أغلبية اللبنانيين هيدا اللي أظهروا الانتخابات لحد هلأ أما النتيجة اللي بدأت تطلع عن هذا الاجتماع هي من مسؤولية الرئاسة لوحدها هي مسؤولية كل المشاركين هن بدي يطلعوا باتفاق معين بوسيقى معينة بحل معين باتفاق معين والخطوة الأولة أو الأساسية لنوصل لشي مشترك أو لاتفاق أو لوسيقى هي المشاركة يعني إذا ما شركنا كيف بدأ نوصل على اتفاق أو كيف بدأ نطلع بحل فالنتيجة وكلمة سيدنا البطرق كانت مهمة اليوم بالنسبة له أنه يكون فيه نتيجة من هذا الاجتماع بس الدعوة هي مسؤولية الرئاسة النتيجة هي مسؤولية مسؤولية كل المشاركين مسؤولية كل المشاركين عشان هيك أنا بدعي كل الأطراف للمشاركة أما لعبة بدي سميها غنج أو أنا بستغرب أنه فيه أطراف كانوا بالسلطة من شهرين أو من ثلاثة صاروا برات السلطة وبيعتبروا أنه عندهم مفتاح الحل بس أني ما بدهم يعطوه أو هني عم بتفرجوا على الوضع الحاضر وهني شركة بالسلطة من عشرين ومن ثلاثين سنين تحكي عن طيار المستقبل طيار المستقبل وغيره مش بس طيار المستقبل طيار المستقبل من بيناتون وغيرهم يعني اليوم الوضع كل الناس بتعرفوه وأكتر ناس بيعرفوه هني هالأفريقاء هولي بتصور هايدي فرصة فتحها رئيس الجمهورية لكل هالأفريقاء اللي تجي على طاولة مشتركة وحتى تكون مساهمة بالحل بالحل اللي بده يتم الاتفاق لأيرو لحترية الهار لبناء من هايدي الأزمة أما التعطيل فأنا برأيي هايدي جريمة أسوأ من الجريمة الأولى اللي وصلتنا اللي نحنا فيه اليوم هي جريمة أكيد هي جريمة بحق الوطن بحق كل المجرمين فيها المجرمين كل واحد اللي بده يقاطع هيدا اللقاء أو اللي ما لحيشارك شو ما كان السبب لأنه اليوم الدعوة منا مشروطة والمشاركة ما لازم تكون مشروطة وبرجع بقلك النتيجة هي رهن أو هي مسؤولية كل المشاركين الطيار المستقبل عنده وجهة نظر بتقول أنه نحنا ليش بدنا نروح بعض على حوار العالم بالنسبة لوجهة نظر الطيار المستقبل وتحديداً كمان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه العالم ما بقى بده حوارات بده نتيجة هذا اللي كنت أنت كمان جزء عم تحكي هل المصار الجامع رح يكون فيه نتيجة أو هيدا المناكفات السياسية الانكيات السياسية رح هيكون بعد إله الأثر الأكبر لأنه نحنا تعودنا بسنين المرائد والكهرباء أبلغ مطل على هيدا الموضوع النكد السياسي يعني إذا بعد كل هالأزمات وكل هالإنهيار اللي عم نعيشه بعد الطبق السياسي متوقفة عند المناكفات السياسية الضيئة يكون فيه مشكلة كبيرة يعني أنا بتصور اليوم في حد أدنى من المسؤولية وفي حد أدنى من الوعي لازم تتحلى فيه كل الإيادات رأفة بها المناصرين بالدرجة الأولى وبالشعب اللبناني ككل رأفة باللبنان ورأفة باللبنان وباستمرارية هالصيغة هيدا الفريدة بالمنطقة فأنا برأيي اليوم الترفع عن هالصغائر هيدا هي الأساس والمشاركة ضرورية لحتى نقدر نوصل لنتيجة لحتى يكل الكل يكون مشارك بهالحل اللي بده يتظهر يعني إذا فريق بده يكسي حاله عن الحل كمان أنا برأيي شغلة سلبية بالنسبة لإله بالنسبة لإذا بدك البرسبشن طبعا الرأيي العام لإله اللي بده تكون بارح الوزير باسيل وضع مكلمته حكينا أنه وصفت بكلمة استراتيجية في إله أبعاد محلية وخارج الحدود اللبنانية حتى بس خلينا بالوضع المحلي تحديدا بهيدا بهالقراءة بهيدا النمط رح يدخل الطيار نهار الخميس على اللقاء يعني الطيار ولا مرة كان عنده حرج من أنه يفسح عن مواقفه بشكل عالني أكيد هيدا هيدا مواقف الطيار كلمة الوزير باسيل كانت مميزة مش بس بشموليتها لأنه دايما كلماته فيون شمولية بس كانت مميزة بالرسائل اللي كانت موجهة كان للداخل لمختلف الأطراف اللي بالداخل لشركائنا بالوطن وحتى للخارج انتقد بس علي الوزير باسيل على كتير من الأمور اللي حكي فيها أنا برأيي كانت واقعية جدا وكانت إذا بدك بتحكي بلسان الناس وأكيد الحقيقة بمحل معين بتزعج والواقع بمحل معين بيزعج بعض الأطراف اللي ما بدون يعترفوا فيه بس أنا برأيي لاقت كتير استحسان عند الرأي العام يعني أنا صار ليومين كنت بين الناس وسمعت كتير ردات فعل إيجابية وبتصور رسمة خارط الطريق بيسوى أن تتناقش باللقاء الوطني اللي بدون ينحط تحديدا برأيك إذا بدون ينحط سلم أولويات تبعا للوضع المعيشي اللي نحن عيشينه يلي العالم خيفاني يمكن نوصل بقوله بعض الأسوأ هل بعض فيه أسوأ معيشيا نقديا ماليا لأنه الظرف نوعا ما صعيب بغض النظر أنه البعض يقول أنه هيدا شي مقصود يعني بعيدا عن هيدا الموضوع شو الأولوية يلي لازم التركيز عليها أنا بأعتقد فيه موضوعين أساسيين مفروض يكونوا على طاولة الحوار الوطني ببعض أول موضوع هو تبريد الساحة الداخلية وتبريد التشنوجات الخطيرة اللي شفناها اللي فكرنا نحن أنه شارع لبنان يتخطاها وما بقى لح يرجع له وهي أنا برأيي مدخل لأي حل بدنا نعتمده لأنه بالنهاية حل اقتصادي بدون استقرار ما ممكن ينجح خاصة بظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان والمسألة الثانية هي الوضع المالي الاقتصاد المعيشة واللي أنا برأيي الأصص السبع والأصص النقاش بتكون الخطة الحكومية وصبل تطويرة تعديلة إضافة بنود لإلى يعني رئيس الحكومة قال هذه خطة منها منزلة فيما أخذ من كتير أطراف أنه ما تم معنية بهذا الوضع وأنه ما تم استشارتها بالوضع على هذه الحكومة فبيسوى كمان أنه يصير فيه استمزاج لكتير لأراء المشاركين بالحوار على سبل تطوير هذه الخطة هلأ يقال أو محل تاني يشهد في ناس بقولوا يشهد لها الحكومة في ناس تنتقدها الحكومة أنه حتى الخطة أو المسار للإصلاح السياسي ومكافحات الفساد والمئة يوم اللي عطاها أول ما تسلم حسن الزيب رئيسة الحكومة أنه لو ما كان فيه أزمة كورونا شو كان يتغير بهذا السياق؟ يعني أزمة كورونا عطلت فرملت نوعا ما قصص إصلاحية قصص محاسبة صحيح برأيك؟ يعني أكيد فيه أنا برأيي فيه طباطق معين بالأداء الحكومة رغم أنه بتصور الحكومة اشتغلت بالكورونا واشتغلت بخططها المالية اللي عم بتفاوض على أساسها مع صندوق النقد بس أكيد بموضوع الإصلاحات فيه نحنا عم نشوفه عم نلمس طباطق بس هذا كمان جزء منه يعود إلى أنه كانت ملهية بأزمة صحية أزمة عالمية استجدت على واقع لبناني تشحنا أدهش نوعا ما ببعض القصص بس أنا برأيي هذا منه عزر كافي يعني كان فيها الحكومة شكلت كتير من اللي جان يمكن أكتر حكومة بتشكل اللي جان وعقلت كتير من الاجتماعات مفروض المواطن قبل أن نحنا كطبقة سياسية يبلش يحس بنتائج معينة بموضوع بموضوع الإصلاحات اللي صارت ضرورية على نظامنا بموضوع المحاسبة يعني عم نشوف كمان فيه تعصر بكتير من الملفات اللي انفتحيت أو ملفات وقفت بمحل معين أو عم تتابع ببطء فنحنا من طالب الحكومة ونحنا من ثاني دادي الحكومة أن تفشخ بخطوة سابتة أكتر وأن تسرع بموضوع الإصلاح بشي اللي عم بعرقل هنا كمان التواف والسياسة المش موجود لأنه نحنا بهذا النظام للاسف بعدنا حتى لو موجودة خارج الحكومة تماما أكيد في أطراف سياسيين معنيين بموضوع الإصلاح ويمكن بطالوا من بعض الملفات عم بتعرقل بمحل معين عم بتحط ضغوطات سياسية شعبية طائفية لحتى تعرقل عمل الحكومي بس كمان الحكومة عارفة بهذا الجو هذا شيء منه مستجد على الساحة اللبنانية وهي ارتضت على نفسها أن تخوض غمار هالمعركة الإصلاحية فنحنا اليوم منتطلع ومننتظر ومنحس هذه الحكومة أن تسرع بموضوع الإصلاح لأنه بالنهاية صندوق النقد نطر هدا الشيء المجتمع الدول اللي نطر هدا الشيء الشعب اللبناني بالدرجة الأولى نطر هدا الشيء ونحنا كقوة سياسية إصلاحية نطرين هدا الشيء نطرين الإصلاحات بس الشعب اللبناني يلوم الطيار أنه كان فيه أمل كانوا نطرين بمحاربة فساد بيسألوا أنه وين الطيار عمل إخبارات وفتح ملفات بس على أرض الواقع البعض بقول أنه ما شفنا نتيجة ليه؟ فيه لوم على الطيار صحيح وحتى إذا بدك نحنا النتيجة اللي وصلناها لحد هلأ بهالمعركة الطويلة ما أنه قد طموحنا نحنا منعترف بهذا الشيء بس أنا بدي أذكر أنه المعركة أول شيء ما انتهت بعدها ببداياتها ومعركة طويلة أصعب المعركة صحيح 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 تاني شيء الطيار ما أنه كل السلطة بالبلد يعني الطيار هو إذا بدك 27 نيب من أصل 128 بالمجلس يعني الطيار لحاله ما أنه قادر يمرق اكتراح عنهم بالمجلس النيابي وانت بتعرفي نحنا عنا سلسلة قوانين طوالنا بالفساد واستيراد الأموال المنهوبة ورفع الحصانات بعدها لهلأ عم تتقدم يعني لحصن الحصر فيه تشكيل للجنة فرعية برئاسة نيب إبراهيم كنعان وعم بيسرع وعم يعمل عمل كبير بالنسبة لإنجاز هالمشاريع هايدي بس بالنهاية هالمشاريع اللي حتوحال على الهيئة العامة بدون إجراء تحالفات معينة أو تفاهمات سياسية مع كتها الأخرى ملاح فينا نمرر هالأوانين هايدي عشان هيك نحنا بنتفهم أنه الرأي العام كان حاطة سيئته فينا وأماله فينا بس نحنا كمان بدنا نذكره أنه نحنا مش لوحدنا بالسلطة نحنا نحاسب على الشغل اللي عم نقوم فيه أما إذا فشلنا بتمرير مشروع اكتراح قانون معين أو قرار بالحكومة هذا شيء مش من مسؤوليتنا نحنا لأنه نحنا منا كل السلطة نحنا جزء أساسي من السلطة نعم بس نحنا لا نختزل القرار بالسلطة بس لاش يتم التصويب على الطيار الوطن الحرب؟ أكيد ترجع إلى الاستقلال أكثر من غيره ترجع إلى الاختيال السياسي والاستهداف السياسي اللي حكيت فيه بأول الحلقة من الواضح أنه فيه متركاج إعلامي على الإعلام المرئي والمسموع وعلى وسائل التواصل عم بيستهدف الطيار الوطن الحرب وحتى عم بيوصل لدرجة الاتهام للطيار الوطن الحرب كثير من الملفات بس ولكن يعني قد ما بدك فيه اتهامات على وسائل التواصل على ملفات مفترضة بس ما بتشوفي حدا نتوجه للقضاء معه ورقة أو مستند عليه القدر والإيميل حتى يقدر يفتح ملف أو يكون قضية معي هذا موضوع بحد ذاته رح نحكي فيها بالتفصيل بعد الفاصل وتحديدا عن يلي كنا عم نحكي عنه أزمة الشائعات وبين حرية التعبير وكان فيه إلك تويت تغريدة بهذا الموضوع يلي شغلت يعني الرأي العام وتحديدا بسبب السوشيال ميديا يلي خليني أقول يمكن صار فيه باب للفصل بين عالم حرية التعبير بسموها وعالم بيعتبروه أنه هيدا سب وشتائم وأدح وزم رح نحكي بالتفصيل عن هيدا الموضوع بعد البريك عن جديد رح نبقى سوى حرية التعبير بين الذي ينتقد حرية التعبير ويلي بقول أنه لبنان ما بقى فيه حرية الكلام حرية الحكي عن كتير معضيع سياسية أو الانتقاد بالشخصة يلي عم نشوفها كتير هالفترة كان فيه تغريدة لافتة لألك كمان من يومين مع الموجة يلي صارت رح نحكي عنها كمان أنونيا بالشق الأنوني بس خليني قرأها مثل ما كتبتها حرية التعبير وأبداء الرأي والاختلاف بوجهات النظر حق مقدس نتغنى به ونحرص على احترامه أما شتيمة فهي نقيد الديمقراطية التي ينبغي أن تمارس بأخلاق في القول والفعل غيب كتير هيدا يعني أنا برأيي لبنان مش فيه قمع حريات فيه تمادة بالحرية وفيه سوء فهم لمفهوم إبداع الرأي والحرية والانتقاد يعني الوصول للشتيمة هذا شيء منه مقبول ومنه موجود بولا نظام ديمقراطي وأنا بقول لك بأعرق الديمقراطيات بصير فيه محاسبة لأشخاص بيتمدوا بيستعملوا الشتيمة بيطالوا فيها أشخاص بتشتغل بالشأن العام أو عندها مراكز معينة فأنا برأيي أساسا هذا شيء طارق على سقفتنا السياسية وهذا شيء جديد بتصور أنا مفتعل يعني هالأشخاص هولي منهم ببراء عم بيقوموا بهذه الأعمال البعض رح يقول أنه لأنه أنت بتكتل لبنان الأوي ولأنه الأسهم عم بتصيب النواب أو رئيس الجمهورية للأسف عم تحكي بهذا الشيء رح نشوف الشيء الأنوني الموضوعي بهذه النقطة مع المحامة جميل مراد بنضم لألنا عبر سكايب تنسأله بالشيء الأنوني عن هذا الموضوع بعيدا عن السياسة أو يمكن يلي رح يقول النائب سليم خوري لأنه من الطيار لأنه محسوب على العهد وعلى رئيس الجمهورية أكيد هلأ رح ينتقد حرية التعبير مصال خير ماتر مصال خير أدحو زم أو حرية التعبير برأيك اللي عم نشوفه من أصص موجودة أغلبة على السوشيال ميديا مصال خير أدحو زم سعادة النية بشكرا على الاستضافة هي بأكتريتها أفعال يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات لأنه حرية التعبير هي أنه نقدر نقول اللي بدنا إياه بس في إلا خطوط حمر أنه نعبر بدون منسيق للأشخاص ما إلنا حق أنه نطلق بالكلام أو بالتصوير أو بالرسم أو بأي أمور أي عمل ممكن أنه يؤدي أنه الشخص نكون عم ننال من شرفه من كرامته أو من أنه نكون عم نحقره هيدون الخطوط حمراء هذا اللي للأسف كنا عم نشوفه ببعض التغريدات بالأيام الأخيرة ببعض المواقف إن كان من ناس مواطنين لبنانيين من إعلاميين من فنانين من يعني شريحة شقفة من المجتمع اللبناني كانوا عم ياخدوا هذا التوجه ومصرين أنه هيدا حرية التعبير صحيح معيك حق في إسرار كتير كبير ربما يمكن ما يكون كتير بريء إنه نحن ببلد فيه حرية الإنسان بيقدر يقول اللي بده إياه وإذا تم توقيفه أو تطبيق أحكام القانون بحقه منصير نحن بلد بوليسي أو بيصير في تشبيه لبعض الأنظمة اللي بتحيط فينا أنا بدعي بكل تجرد مثل ما قلت قبل ما نبدأ بالحديث إنه نرجع خصوص الإعلاميين كل من يطعط الشأن العام إنه يطلع شوي على نصوص قانون العقوبات متى اطلعنا على نصوص قانون العقوبات منقدر نوفر على حالنا كتير من هالأمور يلي عم بتصير يلي أنا برأيي بغير محلة نمشي على دول؟ هادي مانا حرية إيه أكيد منمشي على دول إنه عنا قانون إحنا مش بلد ما فيه قانون والقانون واضح ما بتقدر تسيب شخص وتتهمه باللي بدك إياه وتسيقل إله كيف ما كان وتقول إنه هيدا حرية ما حدا بيقرب صوبي لأ هيدا جرم صحة مات المرأة هيدا جرم على القليل فيه جرم زم وقدح بالأشخاص يلي بتحكي عنه المادة 385 من قانون العقوبات وهي كل فعل منهم جرم الناس بتخلط بيناتهم نحنا منقول إنه هيدا قدح وزم بينما الفعل هو فيه أفعال بينطبق عليها الزم وفيه أفعال بينطبق عليها القدح مثل شو فينا نجرب نعطي مثل نوعا ما بالفرق وشو العقوبة لهالجرمان؟ نحن نقدر نحاول إنه نعطي تفريق بيناتهم بدون ما نكون عم نستعمل العبارات اللي عم تتداول أنا علاية توت لا ما لحن نقول توت لحن نحاول نشتغل بالقانون وما بدنا توت نحن لحن نقول إنه الزم بس نحن نكون نحن عارفين وقتا منقول إنه فيه شخص زم بشخص هو بده يكون إنه عم ينسب له أمر معين أو فعل معين والهدف منه إنه ينال من شرخه ومن كرامته يعني اتهام بسرقة نقول اتهام بأمور خارج القانون بطعات الرشوة بقيامة مخالفة بكل هيدول الأمور الهدف إنه يكون فيه زم أو الشرط هو إنه نكون عم نقول إنه هيدا الشخص عمل شي بدنا ننسب له شي أما القضح فهو باللفظ كل لفظة كل أي موقف بيصدر عنا بدون ما ننسب للأشخاص الآخرين أمر معين بس منكون عم نتعرض عم نسبهم عم نصدري فيهم هدفهم إنه نحقرون هذا بيكون قضى حسب المادة 385 من قانون العقوبة حتى قلنا بالنسبة بالانطلاقة من المادة 385 شو هنه خلينا العقوبة يعني تندرج تحت شو شو فينا نقول حبس من قداء لقداء غرامات مالية هي كل فعل كل فعل تما نكون اليوم عم نضيع المشاهدين إلى عقوبتها أكترية هذه العقوبات بتكون حبس لازم إنه نقوله إنه عقوبة الزم كجرم أو كجنحة هي أكبر من عقوبة القضح يعني مثلا ناخد زم برئيس الدولي أو رئيس الجمهورية هذا اللي بدي سألك عنه كنت يعني بتكون عقوبته من شهرين لسنتين إذا كان في زم بينما إذا كان في قضح بيصير من شهر لسنة هذا اللي بيعطي مثل واضح أديه في فرق بالعقوبات وحتى ما بتوقف بس عند الإدرار برئيس الجمهورية ما أنه لوحده يلي إذا نلنا منه منقدر نكون عم نخضع لملاحقة أنونية في عنا القضاء في عنا كل من يتعاطى سلطة عامة من موظفين هيدولي كلهم ما منقدر بحكم وظيفتهم بحكم الهيبة بحكم حمايتهم بحكم أنه هني عم بيمسلوا الأنون وعم بيطبقوا الأنون ما بتقدر أنه كيف ما كان نحن نكون عم نتناولهم بدون ما نكون نحن موضع مسائلة فإذا العقوبة حسب رئيس الجمهورية هي الأعلى إذا فينا نقول بعدين بتتخفض لتوصل حتى للمواطن العادي والمواطن العادي مش بس من يتولى السلطة العامة هو بيقدر أنه يكون موضع مسائلة بالذم والقضح حتى الإنسان العادي إذا صار فيه ممارسة للذم أو للقضح بحق وكمان أنه بيقدر يكون عم بيلاحق المرتكب بجرم الظم والقضح ولكن إنما العقوبة بتكون مخفضة أكتر في هذه الحالة ماتر نحن بلد لبنان يتغنى كل لبنانة فيه بالحرية وبالديمقراطية وأنه نحن نعيش هذه الحرية والديمقراطية من سنوات وهيضا نموذج لبنانة يحتضى فيه ليش التصويب أنه نحن صرنا بلد قمعي بالوقت اللي أنه الواحد يسب التاني ومنه حرية الواحد يهين التاني أو ينسب له هالجرائم يلي عم بتقول عنا يعني بعيدة كل البعض عن أنه لأ أنا حر أقولي اللي بدي وما حدا في يقول لي لا لمين مكاد لحيال لشخص لأنه كلنا متساويين كمواطنين لبنانيين في سليك سؤال بالأول فضل نحن ليش عم نركز على أنه نحن بلد حريات ومننسى أنه نحن عمنا أيام ومبادئ وأخلاق لهذا البلد صحيح أسقطنا المبادئ والأيام والأخلاق وركزنا على الحريات وأكتريت الحريات الحرية مش سب والحرية مش تكسير والحرية مش إهانة للأشخاص والتعرض لكرامتها ولشرفها هذا جرم جزائي ما في حدا يقول أنه هذا منه جرم جزائي لو مهما علي شأنه لو قد ما كان تكسيره هذه كلها تضييع للناس بدون ما نكون عم نركز على الأشخاص بشكل عام نحن بلد يحترم الحرية مصاني بالدستور حتى القوانين بتحمية ولكن شرف الأشخاص كرامتها كمان محمية بالدستور بالأوانين اللبنانية اتنيناتهم بيوازوا بعضهم إذا صار في ملاحقة لأشخص لأنه ارتكب جرم معاقب عليه بوجب أنون العقوبات اللبنانية هذه ما اسمها تعرض للحريات هذه اسمها حماية وتطبيق للأوانين وحماية للبلد لحتى لي ما يتسيب ويصير بلد تحت شعار الحرية بلد بلا أنون والجرم يكبر لأنه في حرية وخلينا نقيس على هذا الموضوع كل ما نعمل شغل نقول هذه حرية بيصير كل إنسان له حق يعمل شو مكان وما بقى حدا نقدر أنه يلاحقه لأنه حقه أنه يعمل تفلة الأمور تفلة الأمور ومشان هيك نحن دولة أنون والأنون مشغول بطريقة يحمي الجميع ويطبق على الجميع والأنون ما فينا نتناوله ببعض مواده ونترك الباقي أو ما فينا ناخد يلي بيهمنا منه وبيفيدنا ونتغاضى عن يلي ممكن أنه يضرنا الأنون فوق الجميع الأنون يسري على الكل وقوة الدولة بقوة الأنون وتطبيق الأنون واحترام الناس للأنون المشكلة اليوم الحرية مصانية ومؤدسة وما أنا ما عم بلاقي كمراقب بدون ما نكون عم ندافع عن حدا ما عم بلاقي أنه عم بيكون فيه ملاحقة لأشخاص لمجرد أنه عبروا عن رأيهم الملاحقات كلها يلي عم بتم عم بتم لأشخاص عندهم ارتكاب لجرائم وبالتالي هذه مقلة ما فيه مص بحرية التعبير لو شو ما كنا عم نقول لازم نعرف ونحترم أنه فيه قانون وفيه أشخاص مخلين مرتكبين هاو هني يلي عم بيلاحقوا ومش مين ما كان بيقدر يقول شو ما كان على كل حال كان اليوم لفت بيان نقيب المحامين ملحم خلف بهذا الإطار نوعا ما صوب هذا المنطلق اللي عم تحكي فيه بس خلينا أقرأ جملتين تحديدا الشتيمة ما بتبني الأوطان بس بتهدمها الشتيمة ليست سوى تحقير للذات وسقوط في انفعال بغيد والشتيمة والتشيير عكس كل ما نناضل من أجله نقابة المحامين نقابة عريقة سعادة نقيب المحامين أكيد بدوا يعبر عن الأنون بموقفه وقراءته واللي تفضلت في حضرتك هو قراءة وتذكير من سعادة النقيب خلف للمواد الأنونية وطعبير واضح النقيب خلف عم بيقول أنه مش كل شي حريات عم نحكي نفس اللغة مش كل شي حريات فيه أنون وفي معاقبة وفي احترام للأشخاص ما قلنا حق نتعرض لكرامة الأشخاص ونحكي يلي بدنا بدنا نعرف أن حريتنا بتوقف بمطرح معين وإلا معاعدة حرية صارت جرم معاقبة عليه بموجب أحكام الأنون شكرا على هالمداخلة ما بعرف إذا بتحب تضيف أي شي ماتر جميل مراد بهيدا السياق لأنه فصلت الأمور تحديدا ووضعتها بإطار الأخلاقية، الأنونية، السقافة، الحضارة والحرية أنا بالنهاية بدي أقول أنه لازم أنه أكتر يكون فيه وعي للناس طالما اليوم مجتمعنا صار مطلع على كتير من الأمور أنا بدعي والأوانين منشورة بعدة مراجع بيسوى أنه كلنا سوا كمواطنين لأنه كتير عنا حشرية أنه خصوصي اليوم على السوشيال ميديا وكل شي متاح ننبش نعمل سورج لأنون العقوبات اللبنانية وننبش نحط موضوع معين لأن نوعي حالنا ونعرف نحن إذا كنا عم نعمل شي نلاحق عليه أو لا وكل شيء من هون ورايح بيصير سهل لازم أنه الأنون يدخل كثقافة يومية بحياتنا مثل ما كتير من الأمور عم تدخل إن شاء الله شكرا لألك المحامة جميل مراد على القراءة الأنونية والثقافية لأنه هيدا ثقافة مجتمع فعلا المقاربة ومطالع وافية كانت ومفيدة أنه تسمع على الرأي العام بس أنا عندي ملاحظة صغيرة قلتي لي قبل مداخلة الأستاذ مراد أنه أنتم موقفكم لأنه بهالملف هو بهالاتجاه لأنه أنتم من المستهدفين أي يعني البعض رح يقول أنه أنت عم بتدافع لأنه أنت طيار أو لأنه أنت محسوبة أنت برأيك كان في صعوبة للطيار الوطن الحر أنه يكون فقل وشارع بجونية بوجه الشارع اللي كان نازل وعب يشتوم أكيد ما كان في صعوبة بس هذا مش نحنا هذا مش الطيار هذا مش تاريخنا هذا مش نضالنا هذا مش سقفتنا وها مش مدرسة وها مش مدرسة العماد عون ولا نحنا منحب نشوف ناسنا بهالوضعية هايدي ولا حتى منحب نشوف أي لبناني بهالوضعية هايدي اليوم من المهم توضيح أنه فيه قانون بيحكم الحرية حدود الحرية وطريقة التعاطي بهذا الموضوع ويجب احترامه مثل ما منحترم كل الأوانين مثل ما لازم نحترم كل الأوانين وفي كتير الأوانين معا من نحترمها مع الأسف للأسف ذكرت جونة وآخر مشاهد يلي كنا عم نشوفهم على الطرقات من عودة هال الاحتجاجات الجزء المعيشة محق تماما ما حدا فيه يتنكر لهذا الموضوع أكيد وهذا بالنهاية مطالب نحنا متبنينا إذا بدك من قبل انطلاق تثورة 17-20 وكنا نحنا دايما عم نحذر من الانهيار اللي ممكن يحصل ومن استمرار السياسات وغياب الإصلاحات والمماطلة بموضوع الإصلاح ولكن حرف الثورة أو التحركات الشعبية لما كان مختلف كليا أول شي عم بضعفها بالدرجة الأولى هذا اللي ظهر بالنسبة لقراءة عند أغلبية العالم اللي ما بقى نزله على الشارع لأنه اعتبروا اعتبروا أنه يمكن هالتحرك ما بقى يوصل للنتيجة للمرجوع صحيح صحيح حتى في كتير ناس اعتبرت أنه هذا التحرك ما بقى يوصل للنتيجة اللي نحنا بدنا نحنا أساسا كتير عولنا على هذا التحرك عولنا على الدفع اللي عطاه هذا التحرك للإصراع بإكرار الإصلاحات بالمجلس النيابي لأوانين مكافحة الفساد اللي نحنا مقدمينها بس مثلا لما انعقدت جلسة تشريعية عامة بالمجلس النيابي قبل كورونا هذا بتتذكر كان في قطع للتحركات وبقد تتوصل يعني بالنهاية هالتحرك هيدا أو هالحراق والقيمين عليه بدوا يحددوا أولوياتهم لي بكتير بالمحلات عم بتكون في نوع من الشبهة وراها يعني عم بيتم استغلالها الشارع هيدا وجروا على أماكن بعيدة عن مطلبه الأساس المحق اللي نحنا نتبنيه ومستعدين ننزل معه ونساهم معه بالمؤسسات الدستورية محل ما نحنا ممثلين لحتى نحاقق لأنه هذا مطلب بالنهاية كل لبناني بتعتقد فيه توجيه معين لا مش الكل ما فينا نقول ونعمم لأنه التعميم لا يجوز بأي شيء أكيد فيه مجموعات عم تندس فيه مجموعات عم تعمل شغب فيه مجموعات عم تطلق شعارات طائفية فيه محلات عم بيصير فيه تخريب وتكسير للممتلكات العامة والخاصة فيه مجموعات عم نشوف يمكن مدعومة من جهات إكليمية عم بتبين على الساحة أنا برأيي كتير من التحركات عم تنحرف عن المطلب الأساسي واللي هو الإصلاح وإصلاح الوضع المعيشي والوضع المالي فأنا برأيي أنا بدعي هالحراك هذا أنه يرجع على أساس المشكلة على شعاره الجامع اللي بيجمع كل اللبنانيين تحته اللي هو الوضع المعيشي والمطالبة بالإصلاح وخلي يكون هو الدافع للطبقة السياسية وللإصلاحيين الموجودين بهالطبقة السياسية أنه يقدروا يتقدموا بهالحق للألغام اللي هن فيه لأنه ما ننسى أنه نحن شركائنا بالسلطة مش كلهم شففين ومش كلهم إصلاحيين وحتى في منهم مورطين أكيد هدا كلام بتصور هذا كلام كل الناس عم تحكيه وصار الوقت أنه ينحكي يعني ومنه خفي على حدا يعني ما بعرف قده رح يكون هيدا شي إيجابي أو سلبية بس أنت بمكان ما البعض بقول أنه مشيتوا بهيدا المنظومة السياسية حاولتوا تغيره من جوا نحن حاولنا نغير من جوا ونحن كان فيه اعتقاد أنه حكومية الوحدة الوطنية وإشراك الجميع بالإصلاح لأنه الكل أبدأ نوية حسنة باتجاه الإصلاح وسمعنا كتير خطبات من زعمات ومن نواب ومن وزراء بينتموا الأحزاب السياسية كانوا بالسلطة بالسابع حكوا كتير بالإصلاح بتمنى مش صدقنا نحن عطينا فرصة لأنه بالنهاية ما كان فيه حل غير هذا الحل يعني إذا بديك تبلش العهد بصدام مع هالطبقة السياسية بتصور ما فيه ما فيه نتيجة فنحن عطينا فرصة ولكن مع الأسف النتيجة ما كانت قد التوقعات بس بدل عندكم أمل ببعض من كان حليف لألكون بتعيدوا التجربة مع بعض الحلفاء الأديمة على الرغم من التصويب المستمر والمستجد من البعض عليكم أنا كتيار أنا عندي أناعة أنه هذا البلد بالنهاية ما بينحكم إلا ما الكل يحط إيده وكل يكون مشارك الكل يحط إيده بالإيجابية مش بالسلبي وبالنهاية بتصور يحط إيده ويخرب بتصور التجربة تجربة الحرب الأهلية وأكبر درس لازم الكل يستخلصوا أنه اليوم ما حدا في يلغي حدا على الساحة فبالنهاية لا مفار من اللقاء بفترة من الزمن يمكن تكون قريبة يمكن تكون بعيدة ولكن اللقاء بده يصير بالنهاية وإن شاء الله بيصير لمصلحة لبنان مثل ما نحن دايما لقاءاتنا أو تحالفاتنا بنبديها على أصص واضحة واللي هي بتخدم المصلحة الوطنية ولا مرة كانت هالتفاقيات أو تسويات مرات بيسموها لا لمكاسب شخصية ولا لمكاسب على حساب الدولة أو على حساب المواطن أو على حساب البلد القوات ولمستقبل عندهم غير نظرة لهذا الموضوع بالنسبة لألكم بالنسبة لأتحالفات بالنسبة للتفاهمات اللي بتعملوها بيعتبروا أنه أنتوا بتكونوا عم تكسبوا مكاسب شخصية وبترجعوا بتتنكروا لتفاهماتكم بسمعناها على أكتر من الأفريقاء إن كان قويتيين إن كان من المستقبل بتصور البنود الاتفاقيات إن كان اتفاق معراب أو التسوية الرئيسية واضحة وهي تشكيل جبهة تدعم العهد بسياسته الإصلاحية وشعاره الكبير لأطلقه فقام تلقيس واللي كان بينادي فيه من عشرات السنين قبل ما يوصل لسدة الرئيس ونحن لما لما دخلنا على السلطة مع هالأفريقاء واللي بتربطنا معهم هالتفاهمات هاي وشفنا إنه فيه تصويب علينا من فريق معين وفيه عدم رغبة بالإصلاح من فريق آخر بالنسبة لإلنا هالاتفاقيات ما بقى إلى الوقع اللي هي على أساسها إن عملية وما بقى ما عطت الجدوى أو النتيجة المرجوة منها بالنهاية انتخاب الرئيس عون ما كان هو الهدف هو كان إذا بدك الوسيلة بالنسبة لإلنا لحتى نطبق وجهة نظرنا ولحتى نشيل البلد والسلطة من الفساد الملكان مستشري من التسيب بالإدارة اللي كان مستفحل ونحن عولنا على التحالفات هايدي وعلى دعم هالأفريقاء هولي بهايدي السياسة ولكن مع الأسف ما شفنا جدية لما دقت الساعة لاتخاذ القرارات الحاسمة إذا كنت محل رئيس حزب القوات سامير جعجع شو بيكون موقفك نهار الخميس أو شو بيكون موقفك تحديدا من كل هالمجريات ومن كل ما يقوم به رئيس الجمهورية لإيمان مشال عون كان في تصريح لقاله من يومين أنه ربما أخطأت القوات بوصول أو ب وافأت أو صوتت للعماد مشال عون ليكون رئيس للجمهورية اللبنانية موقف الدكتور جعجع والقوات هو بعبر عنه بس أنا بعتقد أنه الدكتور جعجع كان عنده جرأة أنه شارك بالاجتماع العقد بأصر بعرضه لمناقشة الخطة الحكومية وما بشوف أنه فيه أي سبب أو أي عائق بحول لعدم مشاركته باللقاء الوطني كيف شفت تصريح أنه ربما أخطأت القوات يعني هو عم بقول ربما أخطأت يعني ما أنه مأكد بعض أنا بقول أنه أكيد لم تخطئ القوات بالخيال لم تخطئ هو عم بقول أساساً ربما ما حسم يعني ما جزم طب إذا كانت محل سعد الحريرة يلي هلأ هجوم على العهد يلي هو كان رئيس للحكومة بعهد الرئيس العماد مش العون والكل اللي بيتذكر كل اللبنانيين والعرب والأجانب فترة تشرين التاني وتواجده بالسعودية وكل اللي حصل معه بسعودية وكل ما قام به إن كان الرئيس عون وإن كان حتى الوزير بسيل بيعوته لأنه رئيس حكومة لبنان يعني هل هناك يعني عم يتنكر لهيدا الموضوع برأيه؟ أنا برأي أكيد الرئيس الحريري هو بيأخذ القرار اللي بيلاقيه مناسب بس أنا برأيه مشاركة الرئيس الحريري باللقاء الوطني هو إذا بدك من أكتر الأفريقاء اللي حكونوا مستفيدين من لملمة الوضع اللي نحن فيه لأنه ما فينا ننكر دور الحريري السياسي بإرساء هالنظام الاقتصادي المالي على مدى 30 سنة السابق فلملمة الوضع ووضع لبنان على سكة الإنقاذ المالي والاقتصادي بيخدم بالدرجة الأولى طيار المستقبل والرئيس الحريري اللي رغم أنه هذا الموضوع بيزعجوا بيزعجوا عنده موقف يعني معاكي طيار المستقبل ما بيقدر يخسوا الإيدي من 30 سنة اللي ما رأت رغم كل الصعوبات اللي ما رأت فيها لبنان والحروب والتحديات الإقليمية ولكن هذا نظام معروف كتير منيح من أرساء ومعروف حدوده لوين بوصل ونحن أنا برأية مدينة كتير فيه وبتصور فيه شراكة مع حاكم مصرف لبنان ومع المصارف هي اللي خلت هالنظام يطول أمده عم ندفع تمنه هلأ وأنا برأي كل سنة مددنا بحياة هالنظام المالي كل ما وقعتنا عم بتكون أقسى ووضعنا عم بيكون أصاب فيمكن لو حطينا حد لها طريقة بالإدارة المالية العامة لها النظام الاقتصادي من 5 سنين أو من 10 سنين أكيد كان وضعنا قابل للإصلاح بسهولة أكبر من ما هو قابل للإصلاح اليوم هذا مش اغتيال سياسي لسعد الحريق هذا واقع هذا واقع بتصور كمان الرأي العام متلقفه وبيعرفه كتير منيح وما حدا فيه يتنصل منه نلاقي اغتيال سياسي ولا ولا افترة ولا شيء بعبره عنه زملائك بطير المستقبل انه ظلم يلي بينحكى بهذا الموضوع ويلي صار بالعكس الشهيد رفيق الحريرة هو يلي عمار هو يلي أرسى هذا النظام وموصل لبنان لأنه يكون عنده هذه العلاقة وهذا المحور بين كل الأفريقاء العرب نحن معا مننكر انه الشهيد رفيق الحريرة عمار كان له مساهمات جيدة بالبلد بس النظام المالي اللي مرتكز على استكتاب رؤوس الأموال بالعمل الصعب قبيل دفع فوايد بحجم اقتصاد ديء مثل لبنان وتصور فينا نعملها على فترة على كم سنة محدودة بس ما فينا نكمل فيها على 30 سنة وما يكون عنا بذات الوقت بالتوازي عم نكون عم ننمي قدراتنا الانتاجية من صناعة من زراعة ومن إرساء نظام إذا بدك ميزان تجاري في حد أدنى من التوازن يعني لو تماشوا الموضوعين مع بعضهم أنا بقلك بس كان فيه أهمال تام للكطاعات الانتاجية وتركيز على استكتاب رؤوس الأموال مقابل دفع فوائد وهذا شيء اللي وصلنا للي نحنا فيه اليوم اللي اليوم كل شيء مهدد يعني اليوم الدولة توقفت عن الدفع المصارف شبه متوقفة عن الدفع الودايع بخطر كل الشعب الأمن الغذائي للشعب اللبناني بخطر الدواء بخطر كل حيات كل جوانب الحياة تبعى المواطن اللبناني بخطر فاليوم الأولوي للإسرع بلملمة الوضع لتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لخلق مناخ إجابة بالبلد بيساعد لحكومة أن تفاوض لتعديل الخطة الحكومية محل ما بد تعديل لاتفاق على أرضية مشتركة بالنسبة للأرقام بالنسبة للتفاوض بالخسير لخلق جو بشكل عام مواتي لتسهيل المفاوضات لحتى لبنان ما يخرج كليا من المنظومة الميلية الدولية يعني كان بارح حلافة اللي قاله كمان رئيس الطيار أنه ما بقى رح نقبل نحنا حدا يختالنا سياسيا بهذا الإطار شو رح ينعمل رح يكون فيه هل ردة الفعل أنت سألت نحنا طيار مش قادر نحنا بالفترات السابقة تفدينا ردات الفعل إن كان بالأعلام من الإيادات السياسية بالطيار أو حتى بالشارع بس لأنه نحنا كان بالنسبة لقلنا المصلحة الوطنية بتقتضي عدم توتير الجو يعني دايما نحنا همنا البلد البلد وين رايح أي خطوة مننا نحنا هل بتفيد الوضع البلد اللي نحنا فيه أو بتضر ولكن بالنهاية كل شي بيوصل لحدوده وبتصور صار فيه كتير صعوبة بضبط الأواعد بعد هالانحرافات اللي عم بتصير واللي شرحها الأستاذ مراد بإسهاب بالنسبة لها تخطي كل الأوانين وتخطي حدود اللي إذا بدك التعبير الديمقراطة الحضارة السقافة اللي بيشبه حضارتنا وتاريخنا وأخلاقنا فهدا الشي نحنا منتمنى ما يوصل لردات فعل نحنا ما بنرغبها بالترجة الأولى وما يوصل لأحداث البلد بيغنى سور رح يكون في بعض ناس بالشارع رح يكون في بعض قطع طرقات رح يكون فيها المشاهد اللي للأسف شفناها تحديدا إن كان على الجيش اللبناني على القوى الأمنية على يعني لاش لبعض عنده هالعدائية برأيك نحنا بلد أول شي نتغنى بحريته بالنظام والديمقراطي إذا بديك الفريد بالمنطق ونحنا حارسين على الحافظ على هالنظام وعلى حريط التعبير وكل شريح عين بس عراية الماتر مراد مش لازم نخسر يعني ندلنا عم نتغنى بتأليدنا وأخلاقنا من الناس بتحب تعبر عن رأيها بشكل ديمقراطي وتعتمد كل الأسليب الديمقراطية منها التظاهر والتعبير بالشارع هذا حق مشروع والطيار أكثر ناس كان يكون عم يتظاهر التمادي اللي عم بيصير بالنسبة لتحطيم الممتلكات لقطع الطرقات هذا الشي ما بيشبه النظام الديمقراطي ويعاقب عليه القانون بالنهاية هل يعني إذا كسرنا مثلا المصارف شو رجعت ودائع للناس يعني كسرنا محلات العالم اللي مقصودة بوسط بيبوت اللي هي أساسا واقعة بخسير اللي هي واقعة بخسير بسبب الوضع الاقتصادي بالبلد هل هذا الشي اللي حيحسن وضع المعيش للأشخاص اللي عم بيتظاهروا وعم بيكسروا يعني أنا برأي فيه فيه مجموعات عم تستغل التحركات الشعبية المحقعة لحتى تعمل هالأعمال هيته وانا برأي هذا الشي ما بيخدم لا الحراك ولا البلد ولا السلطة ولا المعارضة ولا الحكومة ولا الوضع المالي والسلطة هون عليها أن تلعب دور يعني بالنهاية هالمجموعات هيته يجب ضبطة لأنها بالدرجة الأولى عم بتخالف الأوانين وعم تعتدي على الأملاك العام والخاصة يعني كمان في نوع من إذا بدك السلطة ما عم تقدر تطبس هالوضع هيدا بعد عمل الشغب الأخيرة اللي صارت صار في عدد كبير من التقفات حكي بعمر يدية الجيش يصير في إذا بدك تحركات استبائية بتصور يمكن البلد في كتير أجهزة بتشتغل أمن وفيها تستبق أي حدث مثل هالحدث مثل هالأحداث هيدا حكى عنه هذا الموضوع حتى بمجلس ورئيس الجمهورية حكي عن العمليات الاستبائية وقال أنه لازم صار فيه اتفاق حسب المعلومات أنه يكون فيه تشديد على تنسيق الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية ما تقدر تقوم بخطوات استبائية لتحمل الممتلكات العامة والخاصة وتحمل المواطنين اللي ممكن ينقزوا بسبب هالتحركات هيدا للأصف يعني إن شاء الله ما بقى نشوف هو أعمال الشغب بدأ أبعد شوي عن السياسة بآخر دقايق حلقتنا بدأ أحكي عن الشباب وحضرتك بلجنة الشباب والرياضة بالبرلمة بظل كلها المعموعة اللي عم نعيشها هل بعد فيه مكان للرياضة لها المتنفس للشباب يكونوا عم بيطلعوا برات الجو الشحن الطائفة والمذهبة والسياسة والمناطق هلأ موضوع الرياضة وقع بأزمة من بعد أحداث 17-20 صح وجه موضوع الكورونا ضاعف الأزمة وصار العبق كتير كبير لأنه الراعي للأندي الرياضية توقف عن دفع المساهم اللي كان يدفعها بسبب التدني بالمبيعات وبسبب الوضع اللي مرأ في البلد وده شي عطل إذا بدك كل الأنشطة الرياضية وكل البطولات اللي كان لبنان يشهدها هلأ بالنسبة أنا برأيي فيه شق مهم كتير غير الرياضة هو شق الشباب يعني اليوم فيه وقع كتير كبير للأزمة على قطاع الشباب بالبلد نسب البطالة صحيح نسب البطالة اللي كانت أساسا مرتفعة قبل الأزمة عم بتضاعف اليوم ويمكن إذا فيه ناس بتقول اللبناني بده يهاجر باعتقد أنا اليوم اللبناني ما فيه محل يهاجر لأنه الوضع بالبلدان محل ما اللبناني الشاب اللبناني كان يهاجر ليلاقي فرصة عمل أو لحتى يبني يقدر يبني حد أدنى من حياته واستقراره بطلت موجودة بسبب الأزمة الاقتصادية اللي ضاربة العالم ككل فاليوم أنا برأيي لازم الحكومة تفعل وزارة الشباب والرياضة ويكون فيه حيز من الدعم لقطاع الشباب لتحفيز المبادرات الفردية إذا بدت الشبابية يعني اليوم في كتير أكيد شبابنا ما بيخلق من الديناميكية ومن العلم ومن المبادرة بس بده حد أدنى من الاحتضان حس أنه هالدولة عم تطلع فيه يعني ينترك له مجال يفكر بقصص بعيدة عن الأساسيات والمديهيات صحيح فأنا برأيي حيز كبير من الاحتمام لازم ينصب على كتاع الشباب على هالشريحة من المجتمع اللي أكتر شي هي اليوم منصابة بالأزمة وهي اللي نحنا بدنا نعول عليها حتى ننهض بالبلد يعني اليوم الاتكال على هالجيل الجديد اللي بيعرف كتير منيح الفرق بين الفساد وبين الاستقامة السياسية اللي بدأت تستلم البلد بعد كم سنة فأنا برأي كتير مهم أنه نحتضي من هالطبقة هاي دي نسمع له ويكون في إله حيز من التعرض جزء منه هيدا الشباب رح ينتخب بالانتخابات النيابية مش بس رح ينتخب لحيكون مرشح كمان رح يطرح أفكاره بتشوف في تغييرات معقول تطرق بالبرلمان وصورة بالانتخابات المقبلة يعني أنا بتمنى أنه الشعب اللبناني يظهر بمحل معين يعني إجمالة بتشوف الشعب اللبناني كتير منفتح بس بس يجي لينتخب بيرجع بفكر إذا بدك بالطايفة وبالمنطقة وبالحسابات الدايقة أنا بتمنى الشعب اللبناني هالمرة يفكر بالبلد يفكر بالصالحين اللي بيستاهلوا أنه يوصلوا وأنه يكون لهم كل مفاصلة بهذا النظام ويعطيهم يعطيهم الزخم المطلوب لحتى يقدروا ينفذوا سياستهم للإصلاح تغير هذا المشهد برأيك من بعد 17-20 الأول يعني نشوف فيه مشاهد متنقل بالجزء الخليه نقول بالجزء الصادق منه يعني اليوم أكيد فيه إجماع عند أغلبية اللبنانيين أنه النمط النمط بالحكم اللي كان سائد قبل 17-20 ما ممكن هذا الشيء بده يترجم بالانتخابات النيابية فيه علامات استفهام بعد على هذا الموضوع لأنه عم نشوف ببعض اللحظات لما عم بيصير فيه فتح شعارات خلافية عم نرجع نشوف تقاقع مناطق حزبة طائفة نحنا نتمنى أنه الشارع يقدر يتخطى هذا الشيء ويعطي فرصة للناس اللي بيستاهل وأنه يوصل بجزين بده أختم بجزين يعني جزين إذا بدك حالتها مثل حالها البلد عم بتعاني من الأزمة اللي عم نمرق فيها أكيد منطقتنا كانت معودة بمشاريع إنمائية كبيرة وأساسية وبتمس الحياة اليومية طبع المواطن الجزيني مع الأسف مثل ما بتعرف اليوم الملفات كلها توقفت بالحكومة ولكن نحنا عم نظل متابعين هذا الموضوع بأول فرصة بس ترجع العجلة الاقتصادية تبرم والميزانية تسمح بالدولة لحيشوفوا أهلنا بجزين إنه هالمشاريع لح ترجع تنوضع على خطة التنفيذ بده أختم معك بما أنك نائب من نواب الشباب يلي دخلوا على البرلمان بآخر انتخابات برسالة للشباب اللبناني تحديدا بتصور اليوم نحنا تعويلنا الكبير هو على على الشباب يعني اليوم مطلوب رغم صعوبة الوضع ورغم كل الأزمات ورغم كل الحصار اللي عم نعاني منه المبادرة بدأ تأتي من الشباب اللبناني بتصور نحنا مثل ما قلتلك على مفترق طرق بدنا نتوجه على صوب لبناني المنتج ولبناني المنتج ما بيصنعه إلا الشباب فنحنا مستعدين نسمع على كل شاب عنده مبادرة عنده فكرة عنده طرح معين نحنا مستعدين نسمعه ونساعده ونكون حده لحتى يتقدم هو ومن خلال تقدمه نتقدم كلنا سوا ويتقدم بلدنا واقتصاده وصناعته وزراعته كمان أنا بدي شجع كل أهلنا بجزين اللي عندهم أراضي مهملة خاصة من الشباب وعم شوف كتير من الشباب لمحمسة وعم تزرع أنه كلنا سوا خلينا نزرع خلينا ننتج خلينا نغير نمط الحياة اللي كنا عايشين فيه نمط الحياة الزائف إذا بدك اللي كنا عايشين فيه للأسف صح ونعيش الحياة الحقيقية اللي هي اللي هتأمننا استقرارنا وتقدمنا إن شاء الله شكرا لألك عضو تكتل لبنان الأول نائب سليم هوري على هالأمل غالين نقول والرسالة للشباب ما بتصور في حدا ما بتضم صوته لصوتك بهذه الرسالة شكرا للكم مشاهدين على متابعتكم رح نبقى سوا بحلقة جديدة بكرة مع زميل أو زميل اجتد اشتركوا في القناة